لطالما أسهمت مشاريع التمويل الأصغر في اليمن في توفير فرص عمل للآلاف من العاطلين عن العمل خلال السنوات الماضية لما تتمتع به من خصائص تتناسب مع اقتصاديات الدولة النامية ولما تشكله من مميزات سلسة لا تحتاج إلى تعقيدات في المعاملات والتنفيذ وكان لدعم المشروعات الصغيرة الزراعية أثر بارغ على المجتمعات الزراعية وتشغيل أياد عاملة في قطاع اعتاد أن يكون في طليعة القطاعات التشغيلية في اليمن وذلك بالرغم من محدودية التمويلات التي تم توظيفها والمساحة الجغرافية التي وصلت إليها إضافة إلى الفترة الزمانية التي لا تزيد عن عامين بعد بروز بعض المؤسسات المالية والتمويلية التي ركزت دعمها على القطاع الزراعية العديد من العوامل والمتغيرات منها الحرب وفيروس كورونا أنهكت هذا القطاع كغيره من القطاعات الحيوية والإنتاجية في اليمن أنهكت الحرب الدائرة في البلاد جميع قطاعات الاقتصاد الحيوية لا سيما قطاع التمويل الأصغر حيث تعثرت معظم المنشآت الصغيرة في المناطق اليمنية ونزح الكثير من أصحابها إلى مناطق أخرى مما أدى إلى فقدانهم لمصادر دخلهم الرئيسية وباتوا عاجزين عن سداد التزاماتهم المالية كما أدت جائحة كورونا إلى العديد من الآثار السلبية على قطاع التمويل الأصغر كإغلاق الأسواق والمراكز التجارية وتوقف منشآت الأعمال عن مزاولة أنشطتها بالإضافة إلى تأثير مؤسسات وبرامج التمويل الأصغر وذلك من خلال انخفاض كفاءتها التشغيلية ونقص الصيولة وتآكل رؤوس أموالها وأصولها الإنتاجية أضف إلى ذلك فقدان الكثير من العاملين في هذا القطاع لوظائفهم نتيجة الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها هذه المؤسسات والبرامج